هنتعرف على اسماعيل شبانة أخو الفنان عبدالحليم حافظ وهنعرف أهم عماله الفنية وليه ما حققش شهرة ونجومية زي عبدالحليم حافظ بالرغم من ثقة الموهبة وحنعرف كمان ليه اعتزل وهل عبدالحليم حافظ علاقة باعتزله؟ اسماعيل شبانة هو الأخ الأكبر لعبدالحليم حافظ وكان هو سبب في دخوله عالم الفن وهو اللي شجعه لخود هذا المجال إلى أن أصبح الفنان الأشهر في العالم العربي وحبيب الملايين اسماعيل شبانة كان موهبة ثقيلة جدا وكان موهوب أكتر كمان من عبدالحليم حافظ ولكنه برغم ذلك ما وصلش للمكانة اللي وصلها إلى عن دليب من شهرة ونجومية ولد اسماعيل شبانة في 6 ديسامبر 1919 في قرية الحلوات بالزقازيق في محافظة الشرقية هو اللي تولى رعاية وتربية عبدالحليم بعد وفاة أمه وأبوه ورث اسماعيل جمال الصوت من والده وتلقى تعليمه في مدارس الزقازيق لحد ما جي القاهرة علشان يدرس في معهد الموسيقى وفعلا حصل على الدبلوم من المعهد وعمل كمدرس بالمعهد العالي للموسيقى بدأ اسماعيل شبانة مشواره الفني بالغناء في الإذاعة سنة 1944 وكان من دفعته الفنان كارم محمود وعبدالغني السيد وعبدالعزيز محمود ومن أشهر أغني يا سلام لو كنت تعرف قد إيه بفرح بأربك شارك اسماعيل شبانة في الغناء في فيلم ظلموني الناس سنة 1950 وشارك بعدها في مصرحية سيد درويش سنة 1965 وعلشان هو كان مختار لنفسه اللون الغناء الأديم وما طورش من نفسه زي ما عمل عبدالحليم حافظ ده غير إنه ما كانش عنده الزكاء الاجتماعي ولا العلاقات الكتير اللي كانت عند عبدالحليم فده أثر على مكانته الفنية وعدم تطويره لأسلوبه في الغناء فما قدرش يحقق الشهرة زي عبدالحليم حافظ واضطر إنه يعتزل مبكرا وعبدالحليم لم يكن له أي علاقة باعتزاله الفن وبعد كده قرص إسماعيل حياته كلها لعبدالحليم حافظ ورعايته والاهتمام بيه لحد ما توفى